نريد تحديث عن موضوع انسداد الافق السياسي نتيجة الاتفاق السياسي الذي لم يبنى صراحة على اساس صحيح ولا على قاعدة صحيحة عندما ظهرت التسريبات بريد الالكتروني الذي ارسله ليون الى عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات كان واضحا بان كل الحوارات التي حدثت او عملية الحوار التي قادها ليون كانت بصراحة مؤامرة اشترك فيها ليون لصالح دول اقليمية وانا اقصد الامارات وربما السعودية ومصر لتنفيذ اجندة خاصة بهذه الدول وللتأثير على اتجاه هذه الحوارات لتصب في اهداف معينة كان الغرض منها تقوي الطرف معين ويعطاه الشرعية لهذا الطرف وسلب هذه الشرعية من طرف اخر ما حدث سيد عبدالله كان يشبه الصلاة من غير وضوء يعني اذا كان الاساس غير صحيحا وكان على اساس من التآمر ومن سوء النية المبيتة فان النتيجة كانت ايضا لن تؤدي ايضا الى اتفاق سياسي او وفاق سياسي في ليبيا ما حدث بعد ذلك ايضا ان هذا الطرف الذي ارتبط باجندة اقليمية لدول اقليمية لازال يصر على ان هذا الاتفاق السياسي لا يلبي الاهداف او الرغبات التي يطلبها لذلك فان المعرق لهذا الاتفاق السياسي رغم المؤامرة التي كانت تحاك هو الطرف الذي جير هذا الاتفاق السياسي لصالحه الان نشاهد هذا الطرف يسعى للسيطرة على ليبيا بواسطة الحل العسكري ويستخدم في سبيل ذلك كل الدعم المعطى اليه من هذه الدول نشاهد ضربات جوية مصرية وكذلك تدخل مصري بري وهذا له نتيجة واحدة ان هذا الاتفاق الذي ابرم قد وصل بالفعل الى طريق مسدود وان احد طرفي هذا الاتفاق يرفض بشكل تام الوفاق ويرفض الحل السياسي لليبيا ولا زال يصر على ان الحل العسكري هو الحل ليبيا وكما ورد ذلك على لسان رئيس حكومة الموقعة عبدالله الثني وايضا على لسان رئيس البرلمان وكذلك على لسان زعيم بنيشيات الكرامة حفتر فهذا الامر او هذا المخطط الذي يشترك فيه طرف معين وتدعمه دول اقليمية في هذا المجال سوف يفشل اي جهود لاجبرام هذا الاتفاق نسمع اليوم على محاولات لفتح الاتفاق واجراء تعديلات على هذا الاتفاق كل هذه المحاولات هي ذر للرامات في العيون لن تؤدي الى نتيجة ولن تصلح اي مشاكل في هذا الاتفاق بقدر ما انها ستعطي وقت اطول للطرف الاخر ليقوم بالحسم عسكريا وسيطرة على المزيد من الاراضي كما شاهدنا كما حدث في الجنوب وفي منطقة الوسط في الجفرة